ملف الأسرى والمعتقلين يبدو أنه أصبح أخيراً على طاولة المناقشات الجادة هذا ما صرح به مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضات التابع للحكومة الشرعية هادي الهيج لوكالة الأنباء الفرنسية بأن هناك اتفاقاً ضمنياً يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 شخص من المدنيين والقوات الموالية للحكومة الشرعية و1000 إلى 1500 عنصر من الحوثيين وبحسب الهيج فإنه من بين المعتقلين الذين سيفرج عنهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وناصر منصور هادي مسؤول جهاز المخابرات في عدن الأخ الشقيق للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي موضحاً أن تطبيق الاتفاق سيكون بعد مفاوضات السلام في السويد الاتفاق يشمل أيضاً كل المعتقلين والمحتجزين اليمنيين أو من التحالف الواضح أن هناك نوعاً من الاختراق حققه المبعوث الأممي لكنه يظل أمنيات لأهل المعتقلين وأولئك القابعين وراء القطبان دون تهم علاوة على أن معاناتهم أصبحت خاضعة للمهاترات السياسية وما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات الدائرة الآن في ستوكول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر